والله أنا استمحي أنا يعني كانت بعد مرحلة السباحة الطويلة وإنجازاتي اللي أنا حققتها وأنا كنت ابن من أبناء النادي رولمبي وكنت لسه معتزل من وقت قريب جدا وجيت وانا سني صغير كنت أصغر أمين صندوق في مستوى مصر كلها وكنت جاي من احتراف في السباحة فكان يمكن قبل احتراف الكورة كان السباحة الطويلة بعظما كان احتراف فكان عندي فكرة أهمية الاحتراف بالنسبة اللاعب عشان يرفع من مستوى وعشان يتقدمه ويحقق أحلامه وطموحاته ومستقبله الاجتماعي فحقيقة الحتة دي طبعا أثرت معايا جدا أنا جيت سنة 98 وانتخبت في مجلس كان معايا العظيم الأستاذ طهر الأويري كان رئيس النادي والكابتن أحمد سويسي نجم النادي ولنبي في السبعينات والثمانينات وبداية التسعينات كان نائب رئيس النادي حقيقة أول وجينا وظل في النادي ولنبي كان في دوري درجة تانية كنا النادي ولنبي كان انتقل منه نجمه العظيم وصاحب التاريخ والإنجلزات كابتن أحمد الكاس كان انتقل النادي الزمالك ثم تبقى عندنا نجمين كبر جدا كابتن استام الشاطر كان واحد منهم وزميله الكابتن خميس جعفر حقيقة استام طبعا لا أخشى عليك هو كان أحد أبناء النادي أولمبي من خارج مدرسة الأولمبي لكرد القدم وتدرك فيه المراحل السنية كلها إلى أن وصل إلى الفريق الأول طبعا بقى استام كان واضح جدا منه هو في الناشئين واندهم هو من منتخب مصر وهو خميس جعفر ثم إلى المنتخب الأولمبي وحقيقة كان أنا كنت شايف أن حقيقة وجود استام في النادي الأولمبي أعتقد ما كانش لصالح استام أكتر ما كان لصالح النادي الأولمبي بس أنا حقيقة بسط لمستقبلهم وحقيقة تبتدت الأندية تتكلم على استام وعلى خميس جعفر ووجودهم في دوري الدرجة الثانية مع مستوى أقل مع عندي أقل إمكانيات مادية طبعا كان حيأثر على مستقبلهم الرياضي ومستقبلهم الكروي وانا نظرت حياة بنظرة يعني أنا طبعا ما كنت سنة كبيرة أنا كنت في التلاتينات فكنت نظرت بنظرة الأخ الأكبر وحياة لما الإسماعيلي وعائلة عثمان كان لقى علاقة سابقا لأن أنا معظم فترة السباحة الطويلة كنت بغضية في الإسماعيلية وليقى علاقة بعائلة عثمان ودايما قريبين من بعض فحصل اتصالات إن إحنا إن إسلام الشاطر ينضم لنادي الإسماعيلي أعتقد ما كانش الأهلي والزمالك دخلوا في الصفقة دي خالص إطلاقا ودي كانت بداية الاحتراف بدون الصراعات وبدون التنافس وإحنا حياة ما حبناش ساعتها ما كانش فيه بقى المزايدة ونبتدي نقول فيه كذا نادي طلب والكلام ده كله دخلنا فيه تفاوض مباشر وأعتقد الرقم أيمية إحنا كنا بنتكلم في رقم 275 ألف جنيه حاجة زي كده والناس في مصر كلها تكلمت وإيه اللعيبة اللي بنتي 75 ألف دي وصلت كانت يعني كانت غريبة شوية وما كانتش لعيبة تنتقل بالأرقام دي بس حقيقة هو كانوا يسوي أكتر من كده كتير طبعا وأنا فضلت مستقبلهم الرياضي ومستقبلهم الكاروي عن إنه هما يبقوا في الناجي أولمبي لصالح مصر حقيقة وده اللي حصل تستقبل نضام المنتخب مصر بعد كده ما عنده ماما الإسماعيلي في خميس جعفر نفس الكلام نضام المنتخب مصر أعتقد لو كانوا مستمرين في الأولمبي كانت حضيعهم فرصة الاندوام لمنتخب مصر ومعنى إن إسلام وخميس يروح منتخب مصر وهم في النادي الإسماعيلي فطبعا انتقلهم هما الاتنين بعد كده طبعا إن الإسماعيلي نادي كبير ونادي عظيم برضو وانتقلهم لنادي الأهلي طبعا فتح المجال لإسلام أكتر طبعا بقول إسلام ما تنساشي النادي الأولمبي أنا بيعدبوني هنا دي جوا النادي بيرولي إسلام ناسي نادي الأولمبي شوية بس أنا عارف إن إسلام بيحب النادي الأولمبي ويفتخر بالنادي الأولمبي ودايما هنا حابين إن إسلام دايما يذكر النادي الأولمبي في مصيرته هو ده بس اللي أنا بقوله ما تنساشي النادي الأولمبي دايما معك وأنا شايف البرنامج بتاعه ناجح الحمد لله وبتمنى له التوفيق طبعا في المجال طبعا بنقول للأستاذ ولا الكابتن ناصر الشازلي هو طبعا كان أمين الصندوق في الفترة اللي انت مشين فيها روحة الإسماعيلي نظبوط هو اللي أبض الفلوس للنادي طبعا بشيليه هو نفس الآن كان نجمة علامة في السباحة كابتن ناصر وحاليا رئيس نادي الأولمبي كابتن ناصر من الأسماء الكبيرة جدا في إسكندرية وزيب حضرتك بتقول أنه هو واحد من الناس العالميين السباحين العالميين يعني اللي له اسم كبير زي الطبل في إسكندرية السباحين من الإسكندرية كلهم عارفين طبعا كابتن ناصر الشازلي انتخب من أخيرا يعني أو مؤخرا أن يكون رئيسا للنادي الأولمبي وهو يستحق واعتقد أن السندي بقاله فترة يعني عاملين شغل كويس ربنا يكرمهم لا طبعا عمري في حياتي ما نسى النادي الأولمبي وفي كل لحظة من لحظات حياتي بفتكر النادي الأولمبي وعمري ما نسى فضله علي كل واحد لي بصمة على إسلام انت بتقول لو انت حتى نسيت حد فإحنا بنعتذر أن انت يعني نسيت حد لقد ما بقدر والله بالضبط كده لكن الكابتن ناصر طبعا من الناس المحترمة وتمنى له التوفيق يا رب في مسارته كرئيس للنادي ترجمة نانسي قنقر